عودنا لكم أعزائي المشاهدين من جديد إن للفن التشكيلي بوعد إنساني لا يجيده إلا الشغفون به وفي أمسيتنا اليوم نصطدي فنان تشكيلي تعلق بالريشة والألوان منذ صغره ونتج عن هذا التعلق علاقة فنية وثيقة ارتسمت على شكل أعمال فنية مميزة نرحب بالفنان التشكيلي ومصمم الدكور الدكتور كينان الحكيم مساء الخير دكتور مساء النور الحقيقة دائما للفن بعد آخر ودائما للفنانين مريحين لهم الضحكة لهم السكون والهدوء وأنت منهم دكتور شكرا جزيلا لكم أول شي بحب تشكركم على الاستضافة الكريمة بقناتكم الكريمة أنا اليوم لدينا معرض بالنادي الثقافي العربي معرض بعنوان كلمات ذهبية اللوحات هي إلى بعد ثقافي وبعد فلسفي ربطت موضوع علم الطاقة المكان بالفن التشكيلي نعم فالكلمة ليست مجرد كلمة هي بعد طاقي لها بعد طاقي لها بعد روحي ففي علم الفانك شوي وهو علم صيني قديم يعتمد على العناصر في التصميم الداخلي ومن هذه العناصر اللوحة التشكيلية بإضافة بعض العناصر وبحزف بعض العناصر يمكن أن نخلق بيئة متناغمة مع الفضاء الداخلي والتصميم الداخلي لتصبح لنجذب الطاقة الإيجابية ونطرد الطاقة السلبية إذن دكتور الحقيقة هذه الطاقة الإيجابية تنعكس على أعمال فنية وحرصت أنت بأن تعكس هذه الطاقة بفي أعمال فنية لتبعث السرور ربما في متلقي هذا العمل الفني لكن ما سر الشغف في الطاقة وفي هذه الأعمال من خلال دراستي للفن التشكيلي والديكور حبيت أربط الموضوعين ببعض أن الموضوع التصميم الداخلي تصميم الداخلي يوجد هناك عناصر تعتمد على الطاقات الخمسة نعم فالطاقات الخمسة عندما تكون متواجبة بشكل متناغم في الفضاء الداخلي هناك كثير من البيوت فيها كثير من التفاصيل والديتيلز أصحابها يشعرون بعدم الارتياح النفسي فعند دخولي إلى المكان أقوم بحزف بعض العناصر وإضافة العناصر ومنها اللوحة التشكيلية هذه اللوحة التشكيلية هو علم قائم بذاته العلم طاقة المكان يمكن أن يجلب الوفرة يمكن أن يجلب الصحة يمكن أن يجلب الحظ هناك كلمات مفتاحية تم اختيارها هذه الكلمات المفتاحية استمديتها من قانون الجذب وهي علم جديد يمكن سمعت عن قانون الجذب وقانون الجذب ولكن قانون الجذب ليس بعلم حديث وهو موجود في ثقافتنا العربية والإسلامية واستمديت هذه الكلمات الذهبية من القرآن الكريم ومن ثقافتنا الإسلامية ومن ثقافتنا العربية فأضفت بعض الكلمات المفتاحية لهذه اللوحات التشكيلية واستخدمت تقنية الخط العربي بطريقة الحداثة لم أستخدمها بطريقة الكلاسيكية استخدمتها بالطريقة الحديثة المعاصرة موديرن آرت استخدمت بالنسبة للطريقة الحديثة كيف نمط هذه الطريقة دكتور؟ كيف تكون؟ هل هناك أدوات معينة خاصة بها؟ الأدوات التي استخدمتها هي أدوات استخدمت الخط السمبولي لأن الخط السمبولي لا يحتاج إلى قواعد دقيقة وهي إنه خط فني وضفت هذا الخط في اللوحة التشكيلية واستخدمت ألوان أيضا هناك علم العلاج بالألوان ألوان التي استخدمتها هي ألوان شاكرات جسم الإنسان السبع شاكرات نعم السبع شاكرات ولماذا اللون الذهبي؟ فالإنسان هو عبارة عن جسد وروح الجسد الأسيري والجسد المادي الجسد الأسيري وهو عبارة عن جسد طاقي فيه مراكز للطاقة فكنت بربط اللون الذهبي كما شاهدنا من قليل اللون الذهبي وهو يمثل شاكرة التاج الذهبي يمثل شاكرة التاج نعم إنها أعلى شاكرة توجد هنا فوق الجسد المادي وفي آخر الجسد الأسيري وهي ترمز للصوفية ترمز للقداسة هذا اللون الذهبي ربطته باللون الأحمر وهو يمثل شاكرة العجز من شاكرة التاج إلى شاكرة العجز شاكرة العجز هي تمثل المادة وهنا الألوان ربطتها بموضوع الربط بين الروح والمادة نعم إذن دكتور تحاول إيصال رسالة للمتلقي من خلال أعمالك الفنية من خلال حديثك هذا استلهمت من هذا الحديث لكن أهم رسالة إنسانية تود إيصالها من خلال أعمالك دكتور أهم رسالة إنسانية هو الأسلوب الفني يمكن أن تتعدد الأسالي بالفنية في كل معرض من معارضي كان لدي مشروع ثقافي اللي أوصي الفكرة معينة فمثلا في عام 2008 كان عندي معرض عن تراث الإمارات فربطت الحداثة بالأصالة وطبعا الإمارات الدولة أنا أحب أن أتشكركم من منصة برنامجكم إلى دعمي بالأمور الثقافية وخاصة إمارة الشارقة كانت وجهتي الأولى هي الشارقة لأن معرفتي العميقة بموضوع دعمها للأمور الفنية والثقافية خاصة طبعا أنا أحب كمان أتشكر حكومة دبي ودولة الإمارات لمنحي الإقامة الذهبية وبعد منحي الإقامة الذهبية توجهت مباشرة إلى الشارقة لتنظيم الفعاليات الثقافية والفنية إذن بالنسبة للفعاليات الثقافية الحقيقة لك كثير دكتور في من الفعاليات الثقافية إن كانت في داخل دولة الإمارات وكذلك خارجها وإن كانت في المحيط العربي والأوروبي فهذا التنوع كيف ترى المستقبل كيف ترى الجمهور يعني قد تختلف شريحة الجمهور هنا في دولة الإمارات وتختلف في الوطن العربي وتختلف كذلك في أوروبا كيف كانت انطباعاتهم عن هذه الأعمال الفنية في كل بلد يوجد ثقافة معينة وحضارة معينة فمثلا عند إقامة معارضي السابقة تقصدت أن أبرز الطابع المحلي بطريقة حديثة فهنا دولة حضارية ولكن متمسكة بتراثها الأصيل وبتراثها الحضاري فمثلا خارج الإمارات قمت بمعرض في دار الأوبرا في دمشق وقمت بتأليف كتاب عن علم الفراسة وهذا العلم هو معرفة الشكل الظاهري قلت لك كل مشروع ثقافي أربطه الفكرة الثقافية أربطها بمشروع الفني فكان حفل توقيع الكتاب عن علم الفراسة وهو عبارة عن لوحات تم طباعتها وتم طباعة اللوحات داخل الكتاب فهي تتكلم عن فكرة ثقافية ففي كل مكان حسب الثقافة التي يتمتع بها يمكن أن نطرح الفكرة بحسب ثقافة المجتمع نعم إذن دكتور كنان الحقيقة أنت كذلك مصمد داخلي حرصت من خلال التصميم الداخلي بأن تدمج العلم الحقيقي الذي تمتلكه من خلال طاقة الألوان من خلال هذه الآليات المميزة كيف كان إدخالك هذه الفنون مع التصميم الداخلي أنت لك شريحة كبيرة من العملاء في دولة الإمارات نعم فكيف كانت بالنسبة لهذه الشريحة هل تقبلت آرائك هل تقبلت أفكارك في وضع طاقة المكان في أماكنهم برجع بخبرك أنا كثير زرت بيوت داخل الإمارات وخارج الإمارات فيها ديكور فخم وفيها كل شيء ولكن غير مرتاحين نفسيا غير مريحة فعند إضافة هذه العناصر هناك يوجد نباتات معينة طريقة ألوان معينة وربطتها بإضافة لوحات تشكيلية تبث طاقة إيجابية فكثير أشخاص شكروني عن موضوع تغير نفسيتهم وعلم اتجاه الأساس أيضا فمثلا في غرفة النوم كيف يجب في أشخاص يعانون من الأرق فيمكن لا يعرفون علم الاتجاه وعلم المسارات والطاقة فقوم بتغيير شكل الأساس واتجاهها فالإنسان هو متصل مع الأجرام ومع الكواكب ومع الطاقة الكونية والتصميم الداخلي هو جزء من هذا المكان الذي نعيش فيه فقوم بتغيير هذا نحو الطاقة الإيجابية نعم أكيد انطباحهم يختلف بعد تصميم وبعد وضع أماكن الأثاث وحتى تصميم المنزل يعني اليوم نحن وصلنا لمرحلة مختلفة يعني قبل سنوات كانت هذه الثقافة منعدمة ربما في كثير من المنازل بأن توضع المقتنيات الأثاث الزرعات في البيت في أماكن معينة الآن كثير أشخاص بالفعل صاروا أن ينتبهون لهذه الأمور وهذه الثقافة مضبوط مضبوط هلأ مثلا بالتصميم الداخلي يجب الابتعاد عن الزوايا الحادة هو استخدام عناصر طبيعية عناصر فيها ألوان مدروسة بحسب مكان مثلا غرفة المعيشة تختلف عن غرفة الطعام عن غرفة العمل كل هذا يجب أن يكون مدروس بشكل يعني مدروس جيدا نعم ذكرت بأن من خلال أعمالك الفنية تحاول دكتور كينان بأن تكون عندك أدوات معينة ألوان معينة ذكرت اللون الذهب تحاول أن يكون كعنصر بارز في كثير من الأعمال لكن هل هناك ألوان تبعث الصرور أكثر على متلقي الصورة أو حتى المشاهد؟ اللون يجب اختياره بناء على المكان على المكان فمثلا هناك ألوان باردة وألوان حارة مثلا دولة الإمارات هي دولة يعني مناخ حار لا يمكن استخدام ألوان حارة مثلا يمكن استخدام الألوان الباردة مثلا الفاتحة الألوان التي تشارك بالبرودة فهذا كمان له علاقة بموضوع الطاقة أما الأماكن الباردة مثلا الدول التي يعيشون في أماكن باردة يمكنهم استخدام الألوان الحر فهناك دائرة لونية مدروسة يمكن أن نختارها وبناء على الوظيفة يعني مثلا المستشفى نجد في المستشفى الألوان الأخضر ونجد اللون الأبيض لا يمكن أن نستخدم اللون مثلا الأحمر أو اللون الأسود في المستشفى فلن يبعث على طاقة السلام فمثلا اللون الأخضر هو رمز للسلام الداخلي واللون الأبيض هو رمز للسلام الداخلي يمكن استخدامه مثلا في المشافي وأيضا في المطاعم في أماكن العمل كل لون له مكان معين يمكن استخدامه بطريقة وظيفة جيدة وبتأثير معين نعم دكتور الحقيقة بالنسبة لطاقة المكان وبالنسبة لهذه الألوان اليوم ربما يعني كثير شاهد لوحات وأعمال فنية صعب بأن يكون الإنسان مبدع هناك مبدعين كثير لكن الصعب أن يكون مبدع بشكل استثنائي أنت حرص بأنه بالفعل يعني من كثير أعمالك الفنية التي رأيتها حرص بأن تكون لك بصمتك الخاصة في أعمالك الفنية سبب بأن يكون الفنان صاحب بصمة ويكون هذا الشخص بالفعل يعني هذه اللوحة من أول نظرة لها أن هذا الرسم من إبداع الدكتور أكنهان البصمة الفنية تتولد عن المعرفة عن الثقافة عن العمل الدقوب برجع بكرر فكرة أنه كل مشروع ثقافي مختلف حرصت على أني أقدم نفس البصمة فمثلا قلت لكي أنه مشروع تراث الإمارات معرض تراث الإمارات هناك لوحات مختلفة ولكن البصمة واحدة للفنان فيمكن أن ننظر إلى فنان معين يجب أن نحرص على البصمة المميزة لتمييز العمل الفني في كل المعارض تتعدد الأفكار تتعدد الوجهات الفنية والثقافية ولكن يجب على الفنان الاحتفاظ ببصمته الفنية بحيث أنا أنظر إلى هذه اللوحة أعرف بأن هذه اللوحة تعود لفلان هذه هي سر البصمة الحقيقة دكتور أنت من الأشخاص اللي بالفعل اجتهد في مسيرته واجتهد كذلك في سيرته الذاتية فهذا الاجتهاد يحتاج أنه سنوات من العطاء سنوات من الخدمة في المجال الفني إن كان حتى في دولة الإمارات وإن كان كذلك في دمشق لذلك هذه السنوات وحتى خارج سوريا كنت كذلك يعني معطاء في العمل الفني هل حاولت بأن تتجه كذلك إلى مجال فني آخر غير الرسم وغير التصميم الداخلي هناك مشروع قمت بمشروع ربط الموسيقى بالتأليف الموسيقي بالفن التشكيلي وهو مشروع مستقبلي يحتاج إلى دعم ويحتاج إلى مشروع كبير ليس سهل أتمنى أنه يرى النور قريبا بإذن دكتور أنا سعيدة بهذا اللقاء وسعيدة بكوكبة الفنانين المميزين في وطننا العربي وأنت منهم دكتور لكن يعني أنا اليوم قبل ننهي هذا اللقاء وأكيد لكل فنان أمنية ما هي أمنيتك دكتور في المجال الفني؟ صراحة أمنيتي أني أدم لبلدي مو التاني بلدي الأول يعني الأول هو بلدي سوريا أكيد ولكن بلدي الثاني وبلدي الأول بنفس المرتبة كل معرفتي وخبراتي الثقافية وكل المشاريع التي يمكن أن أخدم بها المشهد الثقافي من كل قلبي وأتمنى هذا بفعلي ومن خلال منصتكم الكريمة هناك كثير من المشاريع الثقافية المستقبلية أتمنى أن ألقى الدعم الفني وأنا أكيد بهذا وهناك مشاريع فيها إبداع وطبعا هذه الدولة التي ترعى المبدعين والإبداع والفن والثقافة أنا أفتخر بأنني عربي وأن هذه الدولة هي دولة عربية هذه هي أمنيتي وأتمنى لها الخير ودوام السلام والإزدهار والرقي فهذه هي أمنيتي الحقيقة منك ذكرت بأن قرب القلب هل هناك لوحة قريبة من قلبك دكتور؟ أبدا لا يوجد لوحة قريبة من القلب لأن اللوحات كلها ترسم من الروح بالأحاسيس أبعد عن القلب لا يوجد هناك مثل الأولاد لا يمكن تمييز بينهم الإنسان يحب كل أولاده لكن أغلب اللوحات هي لا تنبع من القلب تنبع من الروح طبعا تنبع من الإحساس من الحالة من الروح نعم إذن دكتور كلمة أخيرة كلمة أخيرة بحب تشكركم وتشكل دولة الإمارات وتشكر تلفزيونكم الكريم لأصطدافتي وتشكر النادي الثقافي العربي وتشكر الجميع على استضافتكم الكريمة إذن الفنان التشكيلي ومصمم الدكور الدكتور كينان الحكيم كل الشكر لك شكرا جزيلا سعيدة بهذا اللقاء شكرا جزيلا لكم وفق بإذن الله شكرا إذن عزيزي المشاهدين مستمرين في برنامج حديث المساء وتسعى مارة الشارقة لزيادة الرقع الخضراء من خلال إنشاء الحدائق السكنية التي توفر زوارها مكانا للإسترخاء والاستمتاع بالمناظر الطبيعية للحدائق التفاصيل التابعة في التقرير الآتي ولن نعود الحدائق من أكثر الأماكن التي يمكن زيارتها والاستمتاع بجمالها الذي يريح النفس فهي لوحة بهيجة من المساحات الخضراء ومتنفس طبيعي للكبار والصغار تتنوع المرافق في حدائق الأحياء السكنية لتناسب جميع الفئات العمرية وتخدم قاطني المنطقة وتضمن لهم وقتا مثاليا للاستمتاع بكل ما فيها تتمتع الحدائق بجمال من نوع خاص فالتأمل في هذه المساحات الخضراء يجلب الراحة للشخص كما أن تنوع المرافق يجعل الحدائق الخيار الأنسبة للترفيه توفر حدائق الأحياء السكنية ألعابا متنوعة للأطفال مزودة بأعلى معايير الأمن والسلامة ليقضوا فيها وقتا ممتعا وتشتمل الحدائق أيضا على ملاعب الكرة المتنوعة وأجهزة اللياقة البدنية ليمارس الجميع رياضته المفضلة وفي هذه الطبيعة الخلابة يتوافر مضمار للمشي يمكنك من ممارسة رياضة المشي والجري أيضا إضافة إلى توافر المرافق الخدمية المتعددة كدورات المياه ومصلى خاص بالنساء وغرفة الحارس والعديد من الاستراحات الخاصة بالزوار جميع تلك المرافق تمنح قاطني الأحياء السكنية كل سبل الرفاهية والراحة بتنوع المرافق في حدائقها لقضاء وقت ممتع والاستمتاع بالهواء العليل وممارسة الكثير من الأنشطة إذن هذه المساحات الخضراء والمتنزهات عفوا في إمارة الشارقة كثيرة وكل تخدم المجتمع في الإمارة وليكون مجتمع صحي ملازم للرياضة وكذلك بيئة حاضنة لهؤلاء الأطفال الحقيقة في الفترة المسائية هناك كثر من الأطفال يرتادون هذه المتنزهات والأحذائق للاستمتاع واليوم حلقتنا الحقيقة في هذا الوقت قد شارفت على الانتهاء ووصلنا لختام برنامج حديث المساء كانت حلقة مميزة برفقة ضيوف ميزين وكان عام دراسي وبداية هذا العام الدراسي استهلنا بالدكتور علي عبيد الزعابي وتحدث عن بداية العام الدراسي في جامعة الشارقة فرع مدينة أكلبا وأخذنا الجانب كذلك الفني مع الدكتور أكنان إذن إلى هنا نكون وصلنا لختام الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل مع السلامة ترجمة نانسي قنقر